اشتركوا في القناة نزيهة خالية من الفساد ومن العيوب المرتبطة بالفساد الأخلاقي أتعرف أهداف تعلمي نتعرف أهداف التعلم فيها أربعة مطالب اكتشاف مفهوم تخليق الحياة العامة وتحديد آلياته اقتراح خطة لمحاربة الرشوى التحسيس بأهمية محاربة الرشوى وتخليق الحياة العامة في ممارسة المواطنة بمسؤولية إدراك قيمة التضامن في محاربة الرشوى وتخليق الحياة العامة إذن هذه هي أهداف تعلمي كتمهيد لتعلمي تعرفت مجموعة من المشاكل التي يواجهها المغرب ومارست واجبي في اقتراح حلولها غير أن تخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة يشكل تحديا حقيقيا فما المقصود بمفهوم تخليق الحياة العامة وما هي آلياته وكيف يمكننا محاربة الرشوى إذن لدينا ثلاث أسئلة يعني كل نشاط تعلميه يجيب على واحد من هذه الأسئلة السؤال الأول ما المقصود بمفهوم تخليق الحياة العامة يجيب عنها النشاط التعلمي الأول ما هي آليات تخليق الحياة العامة يجيب عنها النشاط التعلمي الثاني ثم كيف يمكننا محاربة الرشوى هذا أيضا يجيب عنه النشاط التعلمي الثالث إذن ننتقل إلى نشاط التعلمي أول وعنوانه أكتشف مفهوم تخليق الحياة العامة وأبين آلياته وعرف مفهوم تخليق الحياة العامة لدينا وثيقتان الوثيقة واحد هي عبارة عن ملسق من الجمعية المغربية لمحاربة الرشوى اليوم الوطني الثامن لمحاربة الرشوى سيادة القانون أساس محاربة الرشوى هذا هو عنوان هذا الملسق لدينا أيضا الوثيقة الجوج هي صورة عملية تقديم الرشوى يعني الرشوى كما تعلمون يعني هي مقابل مادي من أجل تسهيل إجراء إداري غير قانوني إذن هذه هي الرشوى يعني يكون شخص لديه طلب أو وثيقة يعني يطلب وثيقة أو شيء من هذا القبيل أو إنجاز مسألة إدارية أو أي شيء يمكن أن يقوم به موظف عمومي وهذا الموظف عمومي يقوم بهذا العمل الغير قانوني مقابل مادي إذن هذه هي الرشوى لدينا أيضا الوثيقة ثلاثة وهي عبارة عن نص يقتضي تخليق الحياة العامة القضاء على الرشوى الصغيرة المقدمة إلى الموظفين وعلى الرشوة الضخمة التي تقدم في حالة الصفقات الكبرى ومنح الرخص واختلاس المال العام وتصوير إرادة الناخبين ألاحظ الوطائق وأقرأ معطياتها ثم أستخرج الفكرة التي يعبر عنها الملسق والصورة إذن الملسق هو يعبر رغبة في محاربة الرشوى إذن الملسق هو يؤكده على سيادة القانون أساس لمحاربة الرشوى بمعنى أن نلجأ للقانون في حالة ما إذا طلبت منا رشوى والصورة يتبين عملية أن مواطن يقوم بإعطاء موظف رشوة لكي يقضي له غرضا غير قانوني والمهزلة والمشكلة المضحك المبكي أنه في كثير من الأحيان يكون المواطن له الحق في خدمة معينة أو له الحق في وثيقة معينة لكي يحصل عليها من الإدارة ويتماطل الموظف في تقديم تلك الخدمة أو تلك الوثيقة التي هي من حق المواطن يتماطل الموظف حتى تقدم له رشوى هذه مهزلة من المفروض أن الرشوى تقدم إذا كانت الوثيقة أنت أصلا لا تستحق الوثيقة ولا يجب عليك أن تحصل عليها وليست من حقك فالمواطن الفاسد أيضا لأن هذا فساد في المواطن يبحث عن وثيقة ليست من حقه فيعطي رشوة للموظف لكي يعطيه تلك الوثيقة التي من حقها أما عندما تكون الوثيقة من حقك وتعطي عليها رشوة فهذا هو الغباء المبين هذا هو الغباء المبين إذا كانت لديك وثيقة من حقك الحصول عليها وتماطل الموظف في ذلك فما عليك إلا أن تلجأ إلى المحكمة الإدارية أو تلجأ لرئيسه أولا إذا لم يكن رئيسه متواطئا معه إذا استخرج فكرة التي تعبر عنها مرسق الصورة إذا استخرجنا الفكرة وحدد الفكرة الرئيسية للنص إذن النص يتكلم عن الرشوة الصغيرة والرشوة الكبيرة إذن هناك رشوة صغيرة هي المقدمة إلى الموظفين يعني كما قلت سابقا فالموظف الصغير أحيانا يتماطل في تقديم القيام بواجبه الموظف يتماطل في القيام بالواجبه إلى أن يحصل على رشوة لكن الحمد لله هذا النوع من الرشاة أصبح قليلا يعني ما الآن أصبح المواطنون يعون حقوقهم يعني وأصبحوا يعبرون عن رفضهم لأي تماطل يعني أمام سواء مرؤوسي الموظفين أو حتى أمام المحاكم الإدارية يعني اليوم الرشوة الصغيرة أصبحت نادرة يعني إلا من بعض الجهال يعني أصبحت نادرة أصبح المواطنون يعون حقوقهم يعني في فترة أخرى سابقة يعني كانت الرشوة الصغيرة هي يعني متداولة والآن أصبحت نادرة في الحقيقة يعني يكونوا منصفين أما بالنسبة للرشوة الضخمة الكبيرة يعني تكلم عن رشوة تقدم بالملايين إذن هذه الرشوة الضخمة التي تقدم في الصفقات الكبرى ومنح الرخص واختلاص المال العام وتزوير إرادة الناخبين إذن الرشوة الضخمة يعني لا علم لنا بها يعني بشكل تفاصيل يعني هذه وظيفة الدولة أن تحارب هذا النوع من الرشة الكبرى يعني لا يمكن الرشة الكبرى لا يمكن أن يعلمها إلا يعني الناس في دولة هم الذين يستطيعون أن يدركوا هذه الرشوة الكبرى كذلك مسألة تزوير إرادة الناخبين وهنا يدخل عندما نقول تزوير إرادة الناخبين بمعنى أنه لدينا انتخابات عندما تكون لدينا انتخابات يأتي بعض المرشحين فيدفعوا مقابلا للناخب الذي سوف يقوم بالتصويت يدفعوا له مقابل صوته يعني وهذا أمر معيب أمر معيب لأن هنا يكون الفساد متبادلا ما بين الناخب والمنتخب لأن من المفروض أن الناخب الذي سوف ينتخب المنتخب الذي سوف يتم انتخابه يجب أن ينتخب من طرف مواطنين مقتنعين بأنه يصلح لتمتيلهم لأن ماذا تعني الانتخابات؟ الانتخابات تعني أننا سوف نقوم بالتصويت على شخص سوف يمثلنا لأن البرلمان لا يمكن أن يأتي فيه المواطنين جميعا يمثلون أنفسهم هذا أمر غير ممكن إذن فالمنطق الديمقراطي يقول أن الناس تصوت على شخص يمثلها في دائرتها يمثلها في البرلمان وهذا واجب على المواطن كل مواطن عليه أن يعي بأن ذلك المقعد في البرلمان مثلا أو المقعد في المجلس الجماعي مقعد في المجلس الجماعة كل مقعد في المجلس الجماعة سيشغله شخص ما إذن علي أنا كمواطن أن أختار أفضل الأشخاص الذين يمكنهم أن يمثلونني عدم التصويت هو تصويت للفساد أنت عندما لا تصوت أنت تصوت للفساد وعندما يدفع لك أحد المنتخبين لكي تصوت له فأنت تصوت للفساد أن الذي يشتري صوتك هو سوف يشتريه لكي يفعل ما بدله في المجالس الجماعية أو في البرلمان وبالتالي يعني هذه صارقة وتزوير لإرادة الناخبين أنت كشخص ناخب عليك أن تختار الأفضل عليك أن تختار الأفضل ببين الموجودين إذا قلنا مثلا أنه لا يوجد هناك شخص جيد وكلهم فاسدون وهذا الكلام الذي نسمعه أحيانا بعض الأشخاص فهذا كلام غير مقبول وإذا كان الجميع فاسدا فأنت أيضا فاسد أيها الناخب الذي ستقوم بعملية إدلاء صوتك أنت أيضا فاسد إذن اختار أقلهم فسادا لأنه عندما لا تصوت فأنت تسمح للذي يشتري الأصوات بأن أنت تساهم في نجاحه أنت تساهم في نجاح الذي يشتري الأصوات يعني يجب دائما أن نفكر في أن نحاول أن نبحث عن أشخاص نزهاء نصوت عليهم لأن هذه مسؤولية هذه مسؤولية عدم وتصويتكم هو تصويت للفساد وإذا صوتتم للفساد معنى إذا تم شراء صوتكم فهذا هو الفساد بعينه إذا تم شراء أصواتكم فهذا هو الفساد بعينه وإذا قاطعتم انتخابات ولم تصوتوا فأنتم تساهمون في نجاح الفساد فأنتم تساهمون في نجاح الفساد إذن الواجب على كل مواطن وأنتم أيها التلاميذ أيها التلميذات مواطن المستقبل ستصوتون مستقبلا عليكم أن تفكروا ماليا في الأشخاص الذين ستصوتوا عليهم يجب أن تصوتوا ويجب أن تختاروا على من تصوتوا يجب أن تفعلوا هذه العملية هذه مسؤولية هذه مسؤولية كل الفرد مننا إذا أردنا الإزدهار لهذا البلد ولهذا الوطن أما عملية المقاطعة وأن لا أصوتوا هذا فهذا يعني كما قلتوا تساهمون في نجاح الفساد لأن الشخص الذي سوف يشتري ألف صوت أنت عندما لا تصوت إذا اشتريت 900 صوت فقط فسوف ينجح يعني فعليكم أن تأخذوا هذا الكلام بالحسبان إذن هذا أيضا نوع من الرشوة إذن نعطي رشوة الناخب الفاسد يعطي رشوة للمواطن الذي يعني أيضا هو مواطن حتى ولو كان في حاجة إلى مال فعندما تبيع صوتك فأنت يعني تجعل من نفسك مرتشيا إذن أنت تأخذ رشوة لكي تعطي صوت وهذا يعني إساءة للحياة العامة إذن ألاحظ الوطن أستخلط تعريفا لمفهوم تخليق الحياة العامة إذن تخليق الحياة العامة هو القضاء على الرشوة بجميع أنواعها إذن هذا هو المفهوم تخليق الحياة العامة القضاء على استعمال المال في الحياة العامة يعني هذا هو التعريف لمفهوم تخليق الحياة العامة إذن نذهب إلى أحدد الآليات الكفيلة بتخليق الحياة العامة إذن ما هي الآليات التي يمكن أن نخلق بها الحياة العامة لدينا الوثيقة أربعة وهي حديث نبوي شريف يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا من غشنا فليس منا إذن هذا الحديث من صحيح مسلم وهو وارد في موسوعة الأحاديث الشريفة إذن هذه الوثيقة أربعة الوثيقة خمسة نص قانون الرشوة والعقوبات المقررة في حق مرتكبيها يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس إلى خمس وغرامة من ألف إلى خمسين ألف درهم من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أي تفائدة أخرى إذا كان مبلغ الرشوة يفوق مئة ألف درهم تكون العقوبة والسجن من خمس سنوات إلى عشر وغرامة من خمسة آلاف إلى مئة ألف درهم الفصل 248 من القانون الجنائي وفق آخر تعديل يعني هذا القانون 79-03 إذن هذه الوثيقة خمسة ننتقل الآن إلى الوثيقة ستة وهي النص تتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على الخصوص مهام المبادرة والتنصيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ السياسات محاربة الفساد وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال والمساهمة في تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة إذن هذا الفصل 167 من دستور 1 يوليوز 2011 إذن هذا نص الوثيقة السادسة ننتقل إلى الوثيقة السابعة لدينا بعض هيئات وطنية لمحاربة الرشوة إذن لدينا هيئة تسمى ترانسبرانسي ماغوك هذه الهيئة أنشئت سنة 1996 لدينا هيئة أخرى الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أنشئت سنة 2007 إذن هذه هي الوثيقة السابعة ننتقل إلى الوثيقة الثامنة وهي عبارة عن نص دور وزالة التربية الوطنية في تخليق الحياة العامة انطلاقا من توجيهات وزالة التربية الوطنية الرامية إلى تخليق الإدارة وإشراك التلاميذ في الحياة المدرسية وانفتاح المؤسسة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وتبعا للحمالات التحسيسية حول ظاهرة الرشوة قررت وزالة التربية الوطنية تخصيص يوم 20 يناير 2000 لتنظيم أنشطة تحت شعار محاربة الرشوة مسؤولية الجميع إذن هذا مقتطف من مذكرة وزالة التربية الوطنية رقم 107 بتاريخ 17 دجمبر 1999 لدينا أيضا الوثيقة التاسعة وهي عبارة عن ملسقان التحسيس بأهمية محاربة ظاهرة الرشوة إذن ألف الإبلاغ عن الرشوة إذن هنا كما تلاحظون في هذا الملسق يعني ضحايا أو شهود على الرشوة ضحايا أو شهود على الرشوة اتصلوا بالرقم يعني هناك رقم للاتصال به 080 176 76 يعني إذا كنتم ضحايا للرشوة أي طلب منكم أن يعني رشوة مقابل وثيقة يعني تستحقونها أو مقابل شيء تستحقون أو طلب منكم رشوة إذن تتصلوا بهذا الرقم أو كنتم شهودا على رشوة ما أن أحدا أخذ رشوة أمامكم أو سلم رشوة أمامكم إذن بإمكانكم اتصال بهذا الرقم والتبليغ على هذه الوضعية إذن لدينا أيضا ملسق آخر ويلكم من الرشوة إذن ملسق باء شعار اليوم الوطني لمحاربة الرشوة يوم 6 يناير من كل سنة وياكم وياكم من الرشوة وياكم من الرشوة إذن بالدريجة إذن ألاحظ الوطائق وأقرأ معطاياتها ثم أسمي بعض الآليات المساهمة في تخليق الحياة العامة إذن ما هي الآليات المساهمة في تخليق الحياة العامة إذن لدينا أولا الدين إذن الرشوة هي من المحرمات في ديننا الحنيف هي من المحرمات يعني كما رأينا في الحديث الشريف إذن والرشوة هي نوع من أنواع الغش وهي من المحرمات إذن فالدين والوعد الديني هو أيضا من آليات تخليق الحياة العامة لدينا أيضا القانون القانون يجرم الرشوة ويعاقب عليها بالحبس والغرامة إذن لدينا القانون والقانون رادع يعني القانون الذي يتعاطى للرشوة وقد يعرض نفسه لعقوبات خطيرة يعني عقوبات حبسية وعقوبات غرامة ذات طبع مالي غرامات مالية كذلك وجود هيئة وطنية للنزاة والوقاية من الرشوة إذن وجود هيئة وطنية تشتغل على محاربة الرشوة ورصد المظاهر المرتبطة بالرشوة وكذلك يعني وجود رقم كما أوضحنا هنا هناك رقم يمكن الاتصال به في إطار حمالات توعوية لمحاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة استنتج دور كل هذه الآليات في تخليق الحياة العامة إذن كل هذه الآليات هي تساهم في تخليق الحياة العامة من أجل محاربة الرشوة استخلص قيمة تضافر هذه الآليات في تخليق الحياة العامة إذن كل هذه الآليات المذكورة هنا هي تساهم جميعا في تخليق الحياة العامة انطلاقا من تضافرها لكي نحارب الرشوة ونخلق الحياة العامة إذن ألخص تعلمي أستخلص تعريفا لمفهوم تخليق الحياة العامة وأبين بعض الآليات لتحقيقه في الواقع ثم أسجل حصيلة هذه المكتسبات في دفتري إذن يمكن أن نقول أن تخليق الحياة العامة يمكن تلخصه في محاربة الرشوة ومظاهرها وهناك مجموعة من الآليات التي تمكننا من تخليق الحياة العامة في الواقع أهمها الوعد الديني نبين للناس مدى خطورة من ناحية الدينية خطورة الرشوة فهي تعتبر من المحرمات كذلك نبين خطورتها من الناحية القانونية فالذي يضبط في وضعية الرشوة فهو يعرض نفسه للسجن يعرض نفسه للسجن ويعرض نفسه لغرامات مالية كما أنه الحملات الإعلامية لمحاربة الرشوة تساهم في الرفع من هذا الوضع كما أن إمكاني وجود رقم يمكن الاتصال به من طرف ضحايا الرشوة أو الشهود على الرشوة يعني هي تشكل مسألة مهمة قد تجعل الأشخاص الذين يتعاطون الرشوة يفكرون أكثر من مرة قبل أن يقدموا على طلب الرشوة أو تقديمها لأنه هناك إمكانية لأن يتم الإبلاغ عنهم وبالتالي يعرض أنفسهم للسجن والغرامة المالية إذن هذا ما يمكن أن نقوله بخصوص تلخيص هذه التعلمات ننتقل إلى النشاط التعلمي الثاني نقترح خطة لمحاربة الرشوة من خلال تنظيم نشاط بمؤسستنا إذن لدينا وثيقة وهي بطاقة كيفية اقتراح خطة لمحاربة ظاهرات الرشوة لدينا مجموعة من الخطوات لدينا خمس خطوات إذن الخطوات ولدينا العمليات المكونة لها إذن الخطوة الأولى اختيار نوع النشاط العملية المكونة لهذه الخطوة اختيار نشاط ملائم يطرح مشكل الرشوة ويتطلب الحلول المناسبة لها يعني كمثلا نشاط إما على شكل عرض في القسم أو على شكل مصرحية أو على شكل شريط وطائقي أو عمل فني مثل الملسقات أو الرسوم الكاريكاتورية إذن هذا نختار نوع النشاط ثم ثانيا اختيار الوسائل الملائمة لتنفيذ الخطة اختيار الوسائل الملائمة لتنفيذ الخطة استعمال أدوات تواصل واضحة وملائمة لمستوى الفئة المستعدفة توفير الأدوات اللازمة لإنجاز النشاط ثالثا الفئة المستعدفة تحديد الفئة المستعدفة تلاميذ المؤسسات تلاميذ القسم جمعية الأباء أعضاء من الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرانسي ماروك مثلا ثم الخطوة الرابعة إنجاز النشاط يعني بعدما حددنا النشاط والفئة المستعدفة وما إلى ذلك إذن سوف نقوم بإنجاز هذا النشاط يعني بعد التحضير للنشاط نقوم بإنجاز النشاط تقديم النشاط يعني تشخيص ظاهرة الرشوة بمختلف أنواعها وصف الظاهرة وتحديد مجالات انتشارها تحديد أسبابها وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية اقتراح حلول لمحاربة ظاهرة الرشوة إذن هذا يعني لإنجاز النشاط وأخيرا خامسا يعني الخطوة الخامسة استثمار نتائج النشاط إذن العمل عن نشر اقتراحات حلول لمحاربة الرشوة خلال محيطنا يعني محيط الأسري والحي باستغلال اليوم الوطني لمحاربة الرشوة وهو السادس من يناير أو اليوم العالمي لمحاربة الرشوة وهو التاسع من دجنبر إذن أقرأ معطيات البطاقات ثم أسمي الخطوات النشاط المقترحة لمحاربة الرشوة والعمليات المرافقة لها إذن قمنا بهذه العملية للتو يعني الخطوات هناك خمس خطوات قرأناها الخطوة الأولى اختيار نوع النشاط الخطوة الثانية اختيار وسائل الملائمة لتنفيذ الخطة الخطوة التالية تلفئة المستهدفات ثم الخطوة الرابعة إنجاز النشاط الخطوة الخامسة استثمار نشاط نتائج هذا النشاط كذلك المطلب الثاني انضم إلى مجموعة داخل القسم للمشاركة في إنجاز عمل جماعي تطبق فيه خطة لمحاربة الرشوة إذن هذه الخطوات في إطار هذه الخطة التي قرأناها الآن سوف تقوم بتنفيذها بشكل عملي مع الزملائك في القسم يعني سوف تقومون بتكوين مجموعة وتقومون بالقيام بهذه الخطوات الخمس إذن المطلب الثالث استخلص مسؤولية الفرد والجماعة في محاربة الرشوة إذن محاربة الرشوة هي مسؤولية جماعية مسؤولية فردية وجماعية علينا كأفراد أن لا نقدم الرشوة مهما كان السبب يعني كأفراد علينا أن نمتنع عن هذا العمل وإذا ما طلبت مننا رشوة لقيام بشيء ما أو لوتيقة ما أو لأي شيء كان من طرف موظف عمومي إذن علينا أن نبلغ علينا أن نقوم بعملية التبليغ إذن هذه مسؤولية فردية وكذلك جماعية يعني إذا لاحظ أحد مننا عملية الرشوة تحصل أمامه فبإمكانه أن يقوم بعملية التبليغ يعني فهذه مسؤولية فردية وجماعية لكي نحارب الرشوة إذن هكذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس يعني أقوم تعلماتي يعني أكتب موضوعا أعالج فيه أهم مظاهر الرشوة وأحدد أسبابها وكيفية محاربتها إذن بإمكانك أن تكتب موضوعا تستثمر فيه كل ما رأيناه هنا يعني رأينا هنا مجموعة من المعطيات تستثمرها في هذا الإنشاء يعني أن تستثمر هذه الأشياء التي رأيناها في الدرس في إنجاز إنشاء تعالج فيه أهم مظاهر الرشوة وتحدد أسبابها وكيفية معالجتها أبدي موقفي من المساهمة في محاربة الرشوة من خلال تجربة عشوة في محيطي إذن إذا كنت قد عشت تجربة مرتبطة بالرشوة في محيطك يعني بإمكانك أن تبدي موقفك من المساهمة فيها بالنسبة لأعمق تعلمي الذاتي إذن هذه مسألة يعني بإمكانكم القيام بها يعني أنتم غير ملزمون بها يعني إذا أردتم القيام بها فهذا جيد إذا لم تستطع القيام بها فلا بس إذن أبحث عن وثائق حول جهود المغرب بهدف تخليق الحياة العامة من خلال تتبع بعض الصحف والمجلات وزيارة المواقع الإلكترونية وأكون ملفا حول الموضوع مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد سنة 2007 احتضان المغرب الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2011 إذن هذه يعني هذه العملية بإمكانكم القيام بها إذا أردتم ذلك إذن بهذا نكون قد انتهينا من الدرس الخامس وهو الدرس ما قبل الأخير في الدورة الأولى والدرس القادم إن شاء الله سوف يكون الدرس السادس وعنوانه إلى أين ألجأ في حالة خرق حق من حقوقي الدستورية أو حقوقي غيري هذا درس مهم جدا إلى أين أنجأ في حالة خرق حق من حقوقي إلى أين ألجأ؟ نلجأ إلى الله يعني دواء الملجأ الأكبر ونلجأ إلى الله المهم سوف نرى يعني الافتراضات الموضوعة هنا ونحاول أن نلجأ إليها لعل وعسى يكون فائدة منها شكرا على الحسنة تتبعكم وإلا أن نلتقي في هذا الدرس السادس الذي يعني يقول لنا إلى أين نلجأ شكرا على الحسنة تتبعكم وإلى لقاء آخر 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 اشتركوا في القناة